السؤال اللي علي الدور بعد كده السلام عليكم عندي بنت ست سنوات تمام ممتازة في الأمور الحياتية حلو ده مثل تذكر المواقف والأماكن ولكن غير منتبهة في التعليم ليه كده والدراسة أخدت سنة دراسية أخدت سنة دراسة وهي حاليا في العام التاني لا طيب اسمحي لي أن أنا أوجه لحديك سؤال غير منتبهة في التعليم ده عنوان هل ده رأي المدرسة أم رأي انطباعي أو شخصي من حضرتك أو من الأب يعني فاهمين قصدي لأنه تقييم أداء العملية التعليمية تقييم أداء طفل في سنة أولى أو خلص سنة أولى أو في سنة تانية التقييم لازم يكون من المدرسة من الجهة التعليمية خلاص لأنه الحكم لما بيجي من الأم أو الأب أو الآخرين المحيطين بالطفل بيكون حكمه متسرع جداً لأنه بيكون مبني على المقارنات أو التوقعات غير المنطقية فاهمين قصدي؟ المقارنات اللي هو إيه؟ الله دي بنت فلانة أو ابن فلانة أداها بس أشطر بيكتيق ما هو ده غلط أو ده إيه ده؟ ده المفروض إن هي دلوقتي تكون بتعمله وتعمله وتعمله ما دي مين اللي قال لكم؟ دي توقعات غير منطقية إنما حكاية إن الطفل يكون عندنا شكوك أو إن إحنا نتهمه أو نشك بل إيش نتهم؟ نشك في إن عنده ما يعرف بصعوبات التعلم لا ده أمر خطير وده تشخيص طبي جدا لأن صعوبات التعلم من حيث التعريف هي مجموعة من الاضطرابات التي تعوق الطفل إنه يلاحق زملائه في العملية التعليمية يعني مش إنه ما يجيبش الدرجة النهائية أو إنه ما بيطلعش الأول لا هو مش قادر يساير زملائه في المدرسة سواء من حيث اكتساب المعرفة أو فاهم الاتجاهات أو تعلم مبادئ أو أساسيات مهارات القراءة والكتابة والحساب وصعوبات التعلم نوعين أساسيين صعوبات التعلم النمائية ودي بتظهر فيه شكل صعوبات الإدراك وصعوبات الزاكرة وصعوبات التفكير وبحسب السؤال اللي اتبعت ده الطفلة مش كده لأنها قالت ممتازة في كل الأمور الحياتية يبقى هو مش كده أما النوع الثاني من صعوبات التعلم فهو بالمناسبة يعني متعلق بالنوع الأول ومترتب عليه وبيظهر فيه حاجات اسمها صعوبات الأداء أو بمعنى أداء حاجة اسمها عسر أو صعوبة تنسيق الحركة ودي اسمها ديسبراكسيا أو صعوبات القراءة ودي اسمها ديسليكسيا أو صعوبات الكتابة ودي اسمها ديسجرافيا أو صعوبات الحساب ودي اسمها ديس كالكيوليا هي تتنطق كده خلال زي الكالكيوليتر يعني تمام ديس دي يعني فقدان الوظيفة أو صعوبة الوظيفة تمام كلمة ديس دي في الأول ما نقول ديس فانكشن يعني فقدان الوظيفة تمام كده خلاص الحقيقة أنه عمر الطفلة هنا في السؤال ما ينفعش الحكم من خلاله على أي نوع من دول ليه لأن هي بتقول هي خدت سنة واحدة سنة دراسية واحدة ودخلت سنة تانية يعني أو تعلمت سنة ودخلت سنة تانية والحقيقة أنا مش عارف أنا فهمت صح ولا غلط يعني ممكن تكون السنة دي تبقى في كي جي كمان يعني في كي جي وان وللسا بقى كي جي تو الله أعلم أنا لسه مش عارف يعني أو يمكن يعني فخلينا ناخد الاحتمال اللي هو الأبعد لنا تكون خلصت سنة أولى ابتدائي كان بقى باسمها مع درسة عربي مدرسة انجليزي مدرسة انترناشنال مدرسة ناشنال المسميات بقى اللي انتم بتحبوها دي تمام وفي الآخر التعليم جوهر يعني مش كده عند الأطفال ما علينا يعني ده موضوع تاني بقى يطول شرح المهم فالطفل ده اللي خدت سنة تعليمية ده وداخل بقى سنة تانية هو لسه حتى ما دخلش خلاص صعب قوي الحكم عليه خاصة مع عدم وجود تقييم تعليمي يعني المدرسة مش هي اللي قالت عشان كده أنا نصيحتي لصاحبة السؤال أو لصاحبة السؤال لصاحبة السؤال غالبا بتكون أمي ارفع إيديك عن عملية التعليم عن عملية تعليم بنتك ارفع إيدك فعلا أنا بقولك قوي خليكوا في البيت الطرف اللي بيشجع ويحفز مش الطرف اللي يقيم أو يحكم